بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف مرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إله وسحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم فيديو جديد عشان نتكلم عن كيفية طرد الطاقة السلبية من المنزل أو المكتب بالأعشاب هنتكلم عن موضوع التبخير التبخير بالأعشاب لطرد الطاقة السلبية طريقة استخدمها أجدادنا وأسلفنا طريقة مش جديدة استخدموها لطرد الطاقة السلبية من المنزل هنتكلم النهاردة عن بعض العشاب المفيدة جدا زي اللي بناتذكر من الأعشاب المفيدة بتبخرها اللي بتشعرنا بالسلام الداخلي والرضا على النفس العنبر من الحاجات المفيدة جدا ومن الأعشاب اللي بتساعد على تعزيز السخب النفس وبتعطي الشخص قوة والتفكير بشكل إبداعي صندق الخشب من الأعشاب اللي بتخفف القلق والتوتر ومفيدة جدا في الاسترخاء والتركيز الميرامية من الأعشاب اللي بتخفف من الصدمات العاطفية والنفسية وبتخفف من الغضب والحزن ورق الغار أو ورق اللورة من الحاجات المفيدة جدا اللي بتكافح التعب المزمن ومهدئة المخ وبتساعد أيضا على النوم الهادئ القرفة بتزود الطاقة الجسدية والعاطفية ودائما أنصح باستخدامها في مكان العمل لأنها بتعزز التفكير وبتساعدك على إخراج أفضل ما عندك وتبدع في عملك ترجمة نانسي قنقر